هنروح لكرة السلة كرة السلة في نادي الأهلي بتلعب بطولة المنطقة بطولة القاهرة هتلعب تصفيتها على صالة الأمير عبدالله الفيصل بكرة عندنا أول ماتش مع مصر للبترول ده هيكون أول ظهور للكوتش طبعا أجوستي والأهلي معافل مجموعة طلاق الجيش والمصير التصالات ومصر البترول ونادي القاهرة الرياضي أنا بقى عايز أتكلم عن حاجة تخص كرة السلة أيضا منذ قليل انتهت بطولة أفريقيا لكرة السلة للمنتخبات وفازت تونس على كودفوار خمسة وسبعين تمانية وسبعين ألف مبروك للأشقاء التونسة الحقيقة خادت البطولة بدون ولا هزيمة تونس فازت بالبطولة بدون ولا هزيمة ألف مليون مبروك وبمناسبة المدرب العام للفريق هو أمين روزي لاعب النادي الأهلي السابق اللي كان محترف في صفوف النادي الأهلي ولنا لعبت معه وشرفت لنا لعبت معه وحصلنا ربطوط الدوري مع بعض وخلينا أقول لكم أنه برضو أيضا الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أعلن عن الترتيب النهائي للفرق طبعا الفرق من 13 إلى 16 ما جابش عنهم سيرة ولكن أعلن عن طبعا الأول تونس التاني كودفوار التالت السنغال الرابع الرأس الأخضر الخامس جنوب السودان ودي مفاجأة يعني كبيرة جدا جنوب السودان يمكن دي أول مشاركة ليها أفريقيا تاخد الخامس طيب أنجولا السادس أغندا السابع غينيا التامن نيجيريا التاسع رواندا العاشر فيه تلت تلت دول من منطقة الخامسa رواندا وساوس أفريكا وعندك جنوب السودان كل دول من منطقة الخامسa طيب رواندا المركز العاشر نيجيريا التاسع رواندا العاشر مصر ال 11 مصر المركز ال 11 للأسر كينيا المركز ال 12 فيعني نتمنى إن شاء الله أن مصر تحسن ترتيبها مصر يعني إن شاء الله عندها من المواهب من اللاعبين ان احنا نقدر نحسن وضعنا بالشكل كبير جدا طيب خلينا